الحتة الأخيرة أو قبل الأخيرة يعني عشان نبقى fair اللي هي show value as دي feature ظريفة قوي في الـ pivot tables برضو ناس كثيرة تستعملهاش I recommend أن أنت تحاول تجربها لأن فيها حاجات ظريفة قوي أنت ممكن بتساعدك على أنك تعمل add analysis ونسب مئوية و totals running totals وحاجات مش موجودة برضو في data الأصلية بمنتهى البساطة ممكن تظهرها في data بتاعتك من غير محرك تعمل أي formula أو تعمل أي حاجة مجرد أن أنت بتعمل drag and drop وright click وحاجات بسيطة خالص بتعمل الحاجات دي مش عايز أتكلم كتير على الـ power point بس الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي باستخدام show value as ممكن نزود حاجة اسمها running total running total ده جماعة زي كده الإجمالي حتى تاريخه مثلا اللي بيسموه year to date لو أنت بتحط مثلا شهر يناير في مبيعات يناير بعد كده شهر فبراير عايز توري في مبيعات يناير وفبراير مع بعض وبعد كده تحط شهر مارس عايز توري مبيعات مارس وفبراير ويناير وهكذا لحد آخر السنة بيسموه الإجمالي حتى تاريخه كمان مش عايزة يبقى في التايم مش عايزة يبقى في التواريخ ممكن مثلا برضو في نفس الـ table أو في نفس البتاع بوري مثلا مبيعات جدة وبعضيها مبيعات الدمام يكون فيها مبيعات جدة والدمام مع بعض وبعد كده أزود عليهم مبيعات المدينة يبقى مدينة والدمام وهكذا فده ممكن أيه برضو بيسموه running total ممكن يبقى على التايم أو على أي حاجة تانية كمان ممكن أوري نسبة مئوية من الـ parent من الـ grand total أو من الـ parent يعني أنت الـ table نفسه ده ممكن تحول الأرقام دي إلى نسب مئوية من الإجمالي العام أو من إجمالي الـ parent كمانا كنا نعملين الـ city وتحتها الـ channel أو العكس ممكن أخلي الإجمالي من الـ subtotal أو النسبة من الـ subtotal بدل الإجمالي العام ممكن أجيب فرق ما بين الشهر ده والشهر اللي قبله أو ما بين المدينة دي والمدينة دي أو ما بين الـ channel ده والشانل ده وممكن أجيب الفرق كأبسلوت وممكن أجيب نسبة الفرق وممكن أعمل عملية ترتيب أو ranking يعني أشوف مين الأول وفي الثاني وفي الثاني فالرابع وكذا دول يمكن الخمس حاجات اللي أنا عايز أوريكم في الـ show value as وهنا برضو الجزء النظري مش عايز أتكلم عليه لأنه حنعمله الوقتي حانا عملي كل حاجة منهم running total وpercent running total كل واحدة بتعمل إيه بالزبط فبس ده ممكن يبقى معاك موجود في المaterial كreference لو حبيت تفتكر احنا كنا بنتكلم في إيه بالزبط دي detail أصلية طيب إن شاء الله هتبقى سهلة يعني دي detail أصلية وهناخد منها برضو AP في الـ table وهنمشي نعمل أربع حاجات اللي قلناهم دول مع بعض فبنفس الكلام ALT N V عشان shortcut وبعد كده T وبعدين آه هو عارف الـ range الواحد دو existing work sheet location هنروح على الـ table الـ sheet اسمها running total وتعالى نحطها هنا وليكن هنا مثلا وي أوكي وتعالى نختار المرة دي تعالى نشتغل على dates فهنحط الـ dates في الـ rose زي ما انت شايفت لوحده عمل grouping انا مش عايز quarters ومش عايز years خليها بس شهور ناخد years نحطها في filters ونختار سنة واحدة عشان ما يجمعش سنتين على بعض هتبقى حاجة مش صح يعني وتعالى ناخد discounted revenue مثلا نحطه في value ونعمله number format وقادي شكل الـ pivot table طب انا عايز بقى January بقىنا فيها 142 ألف وFebruary 143 ألف وهكذا الغاية الإجمالي مليون ونص تقريبا عايز بقى فبراير يبين فبراير ويناير مع بعض اعمل كده ازاي ممكن اول حاجة احنا ممكن نحط الـ sum ده نحطه مرتين ما فيش مشكلة فممكن ااخده تاني وحطه جنبي فعمل منها copy ما عملش حاجة زيادة لكن المرة دي هعمل عايز right click وقالي حاجة يسمى show value as وهختار حاجة اسمها running total in هو طبعا هنا لو اخترت running total in هيديني بس يسألني عايز running total على which field انا هنا مختار field واحد يعني labels الـ row label ده فيه field واحد فما مداميش option غير date لو كان عندي كذا حاجة كذا level يعني مختار مثلا date و channel او date و city كنت لازم اختاره وانت عايز تجمع بوانا على city وبيانا على month او date في الحال بتاعتنا ما فيش اختيار واحد اللي هو date فحدوث او كي grand total يختفي وقادي هتلاقي فبراير بقى بيجمع running total لحد اخر السنة اخر ديسمبر وعبارة عن اجمالي السنة كلها طبعا برضو ايه انا عندي يعني فوبيا بتاعت number format فايه لازم نعمل number format فقادي ايه طبعا هنا في الحالة دي ال label ده مقاش شكله ظريف فممكن نغيره بقداية مفيش مشكلة ممكن اتدي له انا description تاني لو قفت على الheader واسميه مثلا ده total year to date حتى تاريخه وهنا مثلا total discounted revenue عشان متوازنة مع بعض فكده بقى عندك ايه report سريع جدا عرفت به التواتل وعرفت كمان حتى تاريخه كمان ممكن نسب يعني عايز تعرف كل شهر يمثل قد ايه او يعني كل شهر cumulative يمثل قد اضيف واحد جديد علشان ايه يبقى عندي اثنين جنب بعض right click show value as percent running total in ما عنديش غير date عملك نسبة ممكن ناخد نفس ال label ده بس اضع قبليه percent في الوقت يناير يمثل 9% تقريبا يناير مع فبراير 10% يناير 25.8 وكذا لحد ما توصل ديسمبر معك المية في المية كلها طبعا يعني ايه one click بتجيب حاجات انت عشان تعمل الكلام ده بمعادلات يعني محتاج شوية صبر ومجهود وحظ كمان عشان تطلع صح ف ده اول واحد عايزين نشوفها تاني حاجة موضوع نسبة من grand total تعال على طول ناخد copy من ده عشان ما نعودش نعيد الـ pivot table تاني ونحط هنا عايزين نشوف نسبة من grand total بس ممكن نغير layout شوية انا ما خدش دي معايا بس انا اخدت copy من الحتة دي بس ما خدش pivot table خده values فلازم ارجع اختار من اول الـ pivot table الكامل بما في filter اللي فوق ده فكده هجي معاك مظبوط pivot table تمام طيب فتعال نغير layout بسرعة تعال نشيل dates خالص ونحط city ونحط channel تحت city وطبعا دولهم ما بقاش لهم لازمة يعني كده خلاص انت لنبا وNA لان ده كان percent من total و yut date من date طبعا date هنا لقى date مش موجود خالص فطبعا ندلك NA فسعيتها انا بس ايه هشيلهم من هنا من pivot table من section بتاع value بس بقى عندي total discounted revenue مظبط اهو بالتقسيمة الجديدة طيب الوقت انا عايز اظهر بدل الحاجات دي عايز اظهر نسبة من الاجمال العام يعني عايز كل رقم من دول يطلع نسبة من grand total الموجود هنا منتقى البساطة right click show value as percent of grand total فبقى كل السطور هنا ال 11% دي لما تجمع عليها ال 17 وال12 وكذا هتدي لك 100% ولو جماعت دول جماعت الحتة دي هتدي لك ال 11.52 ولو جماعت المجموعة دي هتدي لك 17.62 لك subtotal بتاع الليفل اللي قابليها طب افرد انت عايز percent من ال parent يعني انا عايز 100% الطايف بقى هو في حد ذاته 100% والدور تقول لي كم من الطايف والدمام تبقى لوحدها 100% والkey accounts اعرف ايه من الدمام مفيش مشكلة اخد برضو ايه clone تانية منها والمراضي right click وقول له يا باشا show value as percent of row total فساعتها قادي عمل ايه بقى خلى دول مجموعهم 100% يعني ايه دور 27% من مبيعات الطايف بس الطايف استلح 10% من ايه الاجمالي العام فانت شوف يعني انت عمال تعمل تقسيمات للديتا وعمال تطلع منها حاجات وكل الموضوع انك ايه مجرد شوية فيو تدوس على هنا وهنا من غير ما تعمل معادلات وتعمل حاجة خالص فانا اعتقد موضوع ظريف وممكن ايه نركز معاه حيف فدنا طيب اخر واحدة الديفرنس فرم تعالى نرجع ناخد copy من ال pivot table الاولاني تعالى نروح على الديفرنس فرم التانية دي وتعالى مثلا برضو ممكن نشيل ال year to date وال ودعالى نشوف والله انا عايز دلوقتي اشوف كل شهر فارق ايه عن الشهر اللي قبله يعني اشوف يناير مقارنة بالشهر اللي قبله مفيش شهر قبله بس اشوف at least فبراير مقارنة بيناير ومارس مقارنة ب فبراير وكذا نفس الكلام هرجع تاني ااخد برضو revenue المرة كان احط منه copy تانية و right click و برضو عندك show value as الظريفة هتلاقيها يسمعها difference from فهيسألك بقى عايز difference من طبعا base ده على field date ما عنديش غيره هو date بس بقى بدا يسألك عايز base item يبقى الشهر اللي انت في فبراير ولا عايز يبقى يناير ولا عايز previous انا انا ممكن اخلي الاساس بتاعي يناير و كل الشهور عام versus يناير او لا انا عايز to show value as difference from والله عايز ايه زي ما قلنا previous دايما ارجع لي one month back او او next شهر الانت مش منطقي يعني دايما اقارن بشهر عدد من الشهر اللي لسه جاي يعني و ممكن اعمل كده برضو يعني ايه موضوع number format الظريف اللي احنا لازم تعود عليه كلنا عشان ما تزهوش مني بعد كده تبقى انتم كان نتعامل وزي فكده ايه بقى عندك number format اهو وممكن ابينها كpercent نفس الكلام تاني هالجع اختارها مرة كمان ادي discounted revenue و right click و show value as وين المرة دي هنختارها percent difference from وتعال نختار ايه نفس الكلام نقول previous من الشهر اللي قبله والمرة دي هتبقى ظهرة في صورة a percentage طبعا ده مش كل show value as اخترت كام حاجة لكن انت لو رحت بقى شوية يعني بصيت في بقية الليستة right click اهو show value as الليستة كبيرة في فتعال المرة دي اخد copy من القصة دي ctrl c وتروح على rank ctrl v وشيل برضو كام حاجة اللي احنا عملنا هم دول و تعال برضو بلاش dates خالص و تعال ناخد المرة product name مثلا فهتلاقي عندك list فيها 25 product فعايز تشوف بقى مين اكبر product بايع او اصغر product بايع وليكن مثلا حتى ممكن تاخدها على quantity ممكن احط quantity واشوف اكبر مبيعات من ناحية quantity واخد منها copy تاني اهو و right click وشوف value as وممكن اقول رانك عندي بقى اختيار اما من الاصغر الاكبر او من الاصغر الاصغر فانا افضل من الاصغر الاصغر عشان لما عندك بردو بيسالك based على name field ما عندك شغل product name فهتختار okay يبقى لما تشوف رقم واحد يبقى ايه ده المفروض ده اكتر حاجة اكتبر quantity باعت اللي هو 82 و اصغر حاجة اللي هي رقمها 25 انا مش لقيها بعناي مش هالف رحت فين بس اكيد موجودة ساموير هتكون هم 21 وليس 25 عشان كمي الاتجاج بس ف فده ايه موضوع الرنك وزي بقول لك شوف ايو ازبا انا حاجات انا برضو بعتبرها من الامكانيات الكويسة قوي انت ممكن لو انت بتعمل حاجات سريعة مع علما بقى انت دلوقتي بقى عرفت ان البيوت تغير ديزاين بتاعه وتختار حاجة شكلها معقول او تكاستمايز حاجة لنفسك فممكن ان الحاجات السريعة تعملها باستخدام البيوت تيبلز وتعمل تتخدم امكانيات الموجودة شو وكم حاجة اللي قلناها النهاردة